كلام ده لما بيتقال على قناواتنا هنا بنقول ماشي لكن لما بيتقال في قناة مشاهدة بشكل كبير جدا عربية نوكات حديث الساعة الأسبوع الماضي فأعتقد من حقنا أننا نقف عشان ندافع عن قرس وتاريخ النادي الآلي في البطلات والحقيقة أنا عمري ما كنت أتصور أننا ممكن في وقت من الأوقات نوصل لفكرة أننا نتحدث أو نوضح البديهيات منطق خريف يعني أنا جماعة كل بطلاتي القرية سواء بطولة من مباراة وحدة أو بطولة من مرس المباريات بمقارنة بالدوري المحلي فقط لغير لا القصة يعني مش بديهة جماعة يعني والله أننا نوصل للمرحلة دي أننا نوضح البديهي ده أمر صعب علينا ولكن لازم نوضح الكلام ده بالفعل نادي الزمالك حق 13 بطولة قرية منهم 7 بطولات فقط لغير مرسونية يعني إيه مرسونية؟ يعني أبطال الدوري من 12 مباراة حق 5 ألقاب ولكم فدرالية من 12 مباراة أو 16 مباراة بعد المجموعة حق لقاب وأبطال القوس في 2000 حق لقب يعني 7 بطولات وال6 بطولات الآخرين هي بطولات المفروض أنها بطولة تشريفية بطولة سوبر بتحسب بطولة وكل حاجة لكن ما ينفعش قيمها أبدا بفكرة مباراة بطولة من 12 مباراة واحدة لا وكمان حتى الأفرق أسياوي مرة تلعبت من مباراة ومرة تلعبت من مبارتين فالأجواء مختلفة السوبر الأفريقي مرة يتلعب في بطل الدوري وده بيمنحه أفضلية يعني لما الزمالك راح لعب فريق غاني في 2000 هارتس أوف أوك خسر 2-0 لأن الأفضلية كانت للجماهير على أرض بطل الدوري لما تتلعب في أرض محايدة بتختلف الأمور ففي اختلافات بتحصل في البطولة اليوم من مباراة واحدة أو من مبارتين الأهم كمان النادي الأهلي بعد 2000 وحق 6 ألقاب أفريقية ما خدش حتى فرصة نوع يلعب أفرق أسياوي ولكن في النهاية هنقول 13 بطولة مقابل كم بطولة نستعرض بقى البطولات المحلية اللي خدها النادي الأهلي والزمالك عشان لما نحب نقارن وخاطب أقول نعرف إحنا بنقول إيه النادي الأهلي حق 111 بطولة محلية بتكلم محلية عن الاتحاد المصري اللي كرة القدم لا بتكلم أفريقي ولا بتكلم حتى عربي ولا بتكلم حتى عن البطولة اللي تمت بين وقت الاتحاد بين مصر وصري بالضبط 111 بطولة مقابل 60 بطولة لنادي الزمالك الدوري العام 41-12 كاس مصر 36-27 دوري القاهرة 15-14 وده جبناه من مصدر زمالكاوي لأن إحنا معنا اللي يقول إن إحنا واخدنا 16 مرة مقابل 13 مرة للزمالك لكن دايما بنحب ناخد حتى بأرقامهم كاس السلطان حسين سبع بطولات لنادي الأهلي مقابل بطولتين السوبر المصري 11 بطولة مقابل 4 دور اكتوبر ده تلعب سنة 1974 بعد إلغاء الدوري العام وفاز بيزه مالك وكاس الابتحاد التنشطية دي تلعب 89 بعد إلغاء الدوري العام وفاز بيزه نادئ الاهلي يعني 111 بطولة مقابل 60 بطولة فلو عايز تقارن تقول إزاي ناخد 13 بطولة مقابل 60 بطولة وإزاي ناخد 7 بطولات مراسونية مقابل 56 بطولة مراسونية في المحلي لأن لو استبعيدنا الأربعة السوبر مباراة لما تقارن سبعة بستة وخمسين بالزبط لما نستبعد الحداشر من نادي الأهلي وتقارن تلتاشر بطولة مرسونية إفريقية بتسعة وتسعين بطولة لأن النادي الأهلي واخد كأس السوبر أيضا واخد أفرق أسياوي بطولة ولكن في نهاية واخد تلتاشر بطولة تمانية دوري أبطال أفريقيا أربعة أبطال القوس بطولة كونفدرالية أعتقد لو خدتها نسبة وتناسب هتلاقي اللي حققوا النادي الأهلي محلية أنه اكتسح فيه حققوا إفريقيا أنه اكتسح فيه وبرضو بنفس نسبتك في تحقيق البطولات المحلية حققت بطولات إفريقية أعتقد مقارنات مغلوطة ومش عارف إزاي وصلنا أننا نتكلم في ماء بديهيات ده فيه كمان فكرة غريبة جدا أنت زي ما قلتك فزال فرطولة هل أنت متخيل أن في حديث مثلا في الإعلام ليفربول لما خدش 30 سنة الدوري الإنجليزي هل ممكن يجي حده مع أنه كان لنا جهات أوروبية في نفس الفترة على أبطال أوروبا وفرق أقوية هل كان ممكن يكون في حديث أن نادي منشستر يونيتد كان بيجامل داخليا لأنه هو محققش مثلا أنا باخد بطولات أوروبية وإزاي ما باخدش البريمير ليج مع أن المفروض أنا بقابل في أوروبا يا جماعة النوع ده من الحديث بجد مضحك ومسير للسخرية خصوصا زي ما تكلمنا عن فكرة أنه أنت بتجيب بطولة واحدة وبتحط قصدها مجمل ببطولات في عدد من البطولات اللي بتنظم تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وكرنا ببطولة واحدة بتنظم تحت مظلة الاتحاد المصري أعتقد التوضيح كان كامل يا أحمد ولكن أيضا بص عارف هو موسم يعني فكرة أن أنا فست ببطولة فده الموسم اللي أبدأ أخذ جزئيات أصدر عليها أحكام عامة أخرج منها بأحكام عامة زائفة ده أشياء ده أشياء في علم المنطق بالنسبة لأي حد بيدرك منطق هي مسيرة للشفقة وليست السخرية بس الحديث عن أنه لما أتيح لنا تحكيم أجنبي وظار شفنا بالتحكيم الأجنبي أنه إحنا بنكسب الترجي في السوبر الإفريقي وإزاي بنكسب النادي الأهلي في السوبر المصري طيب أنت بصيت على تاريخ مواجهاتك مع الحكام الأجانب مع النادي الأهلي إيه أو حتى في الدول إيه هل أنت حسيت أن في أفضلية شاسعة ليك بالحكام الأجانب عن الحكام المصريين بحيث أن أنت تقدر تتكلم في ده نادي الزمالك خاض في الألفية الأخيرة عشان إحنا حتى مثال قريب 51 مباراة أمام النادي الأهلي فاز في 25 النادي الأهلي بتحكيم أجنبي بتحكيم أجنبي بحكام أجانب فقط فاز النادي الأهلي في 25 مباراة تعدل في 19 مباراة وفاز الزمالك في 7 مباراة بس من أصل 51 مباراة ده بحكام أجانب هل ال51 حكم أجنبي النادي الأهلي كان له سطوة وسيطرة عليهم في المسابقات دي مش كده بس منذ ألفين يا فاس وعايز استكمال الكلامة أن من ألفين لألفين واربعة كان المفروض نادي الزمالك في أعلى فرمالي فنية أنا بقى ده اللي عايز أتكلم فيه في حتة إحنا تكلمنا فيها التفوق الفني إحنا حبناش نجيب من ألفين وخمسة بس لأن لو جبنا كانت النتيجة كاسحة إحنا حبينا نحط لحظات كانت أنت متفوق فيها فنيا والأمانة في الفترة دي نادي الزمالك كان عنده جيل مميز جدا ونادي الأهلي في الفترة من ألفين وخمسة كان عنده جيل أبعد ما يكون عن أي فريق في أفريقيا فسهل جدا كنا نجيب من ألفين وخمسة بس ولكن ده اللي بيعكس يحمد حاجة داخلية إن التفوق الفني مرتبط برضو نسبيا بنتيجك مع الحكام الأجانب مش فكرة إن أنا بغض النظر عن مستوى إيه حكسب بحكم أجنبي أنت بتضل الجماهيرك أنت بتتحدث بكلام لو في أي مكان في الدنيا الناس هتاخد الموضوع ده بينوع من أنواع السركازم والسخرية ويبقى محل للنكت أو الطرائف ولكن مش بس كده أنت لما فكرت حاولت تلعب اللعبة دي وتقنع بها جمهورك الموسم اللي فات في الدوري وقلت لأ بس أنا الحكام المصريين بيظلموني أنا حلعب بحكام أجانب وحستقدم حكام أجانب على حسابي طب لما عملت كده حققت إيه نادي الزمالك قاد تسع مباريات بتحكيم أجنبي في الدوري الموسم الماضي حقق تلاتة فوز وأربعة عادل وهزمتين يعني في التسع مباريات فوزت بتلات مباريات فقط مجموع النقاط اللي كان مع الحكام الأجانب متاح في التسع مباريات 27 نقطة نادي الزمالك حقق 13 نقطة من 27 وفقد 14 مع الحكام الأجانب من إجمالي 30 نقطة فقطهم في الدوري بالكامل فقط ما يقرب من النصف 14 نقطة مع حكام أجانب صدقني موضوع الحكام الأجانب ده تضحك بيه على جمهورك تحاول تقنع جمهورك إن إخفاق اللي على مدار سنوات ما كانش لها علاقة بفكرة إن انت كان عندك أخطاء كان عندك مشاكل داخلية كان عندك حاجات كتير جداً وتحاول مش بس تستغل لحظة نجاح طفيف عشان تعمن بيها وتداري بيها لحظة إخفاقات كبيرة قوي إنت مش قادر تنساها وحتى بتحاول تنكرها بس تصدقني حنفضل نطردك في كوابيسك وفي كل حاجة بتحلم بيها لأن النادي الأهلي هو البطل ومش حنسمح بالتدليس في تاريخه تأكيد يا فارس برضو زي ما قلنا كله بيطلع في الموسم ده يقول بعض الأفطاء وبعض الإخفاقات وكمان لما يوصل موضوع لأرقام فإحنا لازم نتكلم بالأرقام لأن ده تاريخ النادي الأهلي وبطلات النادي الأهلي البعض بدأ يروج لفكرة إن هو دايما هم معيارهم هم اللي بيحاولوا يحددوه ويحاولوا يحددهم ومنتصرين في إيه وعايزنا نروح وراهم بس الغريب إن هم لما بيختاروا المعيار اللي هم شايفين إنهم منتصرين فيه بيكتشفوا إن الأرقام اللي بيعرضوها مغلوطة والأرقام الحقيقية بتدي الانتصار للنادي الأهلي بعض الأرقام طلعت عن فكرة المواجهات المباشرة أو المباريات الإقصائية البعض طفخر بفكرة إن في المباريات الإقصائية وجاء منها تاريخ نادي الزمالك إن نادي الزمالك فاز 14 مرة والنادي الأهلي فاز 14 مرة فدي ندية والحقيقة هو يقصد طبعاً بمباريات الإقصائية اللي هي المباريات في الكؤوس أي كأس بتلعب فيه أي بطولة سوبر أفريكي أو سوبر محلي أو حتى كمان كأس السلطان حسين فالحقيقة روحنا للتاريخ وجمعنا المواجهات المباشرة اللي هي فكرة اللي يخسر يخرج خروج المغلوب لقينا إننا لعبنا إجمالي 47 مباراة كاس مصر 31 مباراة فوز النادي الأهلي 16 مباراة وفوز الزمالك 10 مباراة فقط لغير وتعادل 5 نوضح التعادل كان زمان الفكرة لما بتخلص المباراة بالتعادل بيتم أعادتها مرة أخرى خلص بالتعادل بيتم أعادتها مرة أخرى وحصل سنة 37 وتعادل فرقين والنادي الأهلي فاز في المباراة الثالثة بخماسية السوبر المحلي سبع مواجهات قلنا طبعا الفوز ثلاث مرات للنادي الأهلي وأربع مواجهات انتهوا بالتعادل اتنين رقلات ترجيح فوز النادي الأهلي واثنين رقلات ترجيح فوز نادي الزمالك في كأس السلطان حسين التقينا ست مرات ودي المرة أو البطولة الوحيدة اللي فيها تفوق للنادي الزمالك في المواجهات المباشرة فاز الزمالك ثلاث مرات وتعدلنا مرتين وفاز النادي الأهلي مرة واحدة ومع ذلك النادي الأهلي محقق سبع القام بالبطولة دي مقابل اتنين لنادي الزمالك اللي خد تالت ترتيب الأندية المصري لأن النادي المصري كان حقق البطولة دي ثلاث مرات في دوري أبطال أفريقيا وده اللي تجاهلها البعض وهي في الدور قبل النهاء هي في النهاية المباراة خروج المغلوب لكن ذهاب وعودة قدرنا نلعب فيها الدور أبناء في 2005 خمسة اكتبنا اتنين صفر في مباراة واثنين واحد في مباراة في الوقت اللي تم مدهم الكافأة لللعب الجيد لنادي الزمالك من مجلس دارته عشان خسر اتنين بس أمام النادي إله مباراة السوبر الأفريقي دي برضو المباراة اللي تفوق فيها اللي تفوق فيها نادي الزمالك وطبعا عارفين أسبابها ومع ذلك هي بتحسب فوز للنادي الزمالك عشان نوصل لإجمالي 47 مباراة 22 فوز للنادي الأهلي 14 فوز لنادي الزمالك 11 تعادل دي الموراة الإقصائية الحقيقة أهم كانوا شايفين أن ده مصدر قوة لنادي الزمالك أن يكون فيه ندية فالأرقام بتوضح أن الندية مش موجودة والنادي الآلي هو اللي محق أكبر لغير لكن قناعتنا احنا الشخصية أن أي فريق معرد في أي مباراة إقصائية لمفاجأة نادي بني عبيد قدري فوز على نادي الزمالك هل ده معنا أن نادي بني عبيد أقوم نادي الزمالك الحقيقة لا بترول أسيوت مع النادي الآلي وفي وجود الجيل الزهبي كان فيه طرد لمعتزينه لكن في النهاية بترول أسيوت قدر يتفوق على النادي الآلي ويحقق البطولة لكن لو هي الفكرة بالشكل ده طب نعمل إيه مع نادي حرس الحدود نادي حرس الحدود فاز على النادي الآلي خد من النادي الآلي أو خطف من النادي الآلي بطولتين دي المواجهات أو الأدوار الإقصائية للاعيب النادي الآلي مع حرس الحدود بالظبط لاعب ستة مواجهات في كاس مصر أربع مرات فوز الأهلة اتنين فوز الحرس واحد تعادل واحد ولكن قدر الحرس الحدود برقلات الترجيح يحصل عبطلة كاس مصر النهاء 2010 لما كابتن محمد فضل أهضر رقلة الترجيح الأخيرة في السوبر المحلي لاعبنا مبراتين فوز النادي inaugural مباراة فوز حرس الحدود مباراة إذن إجمالي ست مبارات 3 فوز أهلة اتنين فوز حرس واحدة تعادل انتهت في النهاية برقلات الترجيح لنادي حرس الحدود ما احترامنا الكامل لنادي حرس الحدود هل ده معناه ان نادي حرس الحدود ند للنادي الاهلي تاريخيا اعتقد الاجابة واضحة وبنحترم كل الاندية ولكن هي الفكرة كلها ان دي ارقام وحقائق بنستعرضها عشان المعيار حتى اللي انت خدته لانك تكون منتصر فيه بنوضح لك ان الاهلي منتصر فيه وهي دي الفكرة يا احمد انت بتوقف عند حاجات صغيرة تحاول تصدر بها حكام كلها زائفة وعايز اقول يا احمد جمهورنا اللي كان بيتكلم في حاجة مهمة جدا ان احنا نغض بصرنا عن هذه الاكاذيب وده يا جماعة اللي ماينفعش فيه ناس كتير جدا واجيال كتير يا احمد اكيد ما عندهاش الداتا دي واكيد ما تعرفش ده ده حق عليك وامانة ان انت توضح ان المغالطات دي هي مغالطات وانت مش بترد انت بس كمان وانت بترد بتوحي وبتبين قد افضليتك ان احنا احمد ما عندناش اكتر من تاريخ النادي الاهلي اللي ممكن نرد به والليك بسهولة جدا اي حد بيقول ادعاء تقدر تبين قد انت متفوق فيه فده كنز ماينفعش نقول ان احنا في ظروف اخفاق ما نبصش عليه لا ده واجب ان احنا نعرف نرد به جدا